لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في آداب مهمة جدا وهي آداب النكاح آداب النكاح أي آداب الزواج فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها إذا أراد أن يقدم على الزواج من امرأة أو آداب الأخت المسلمة إذا أرادت أن تستقبل زوجا تقدم لخطبتها من ولي أمرها الأداب الأول أيها الأحباب الكرام أن يستخير الله تعالى وكذلك الأخت تستخير الله عز وجل في من تقدم إليها من الخطاب والاستخارة أن تصلي ركعتين وبعدما تسلم وأنت على هيئة الصلاة تقول الدعاء الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اسمع دعاء الاستخارة يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي الأمر تقول مثلا اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة أو أن شراء هذه السيارة أو أن بناء هذا البيت إلى آخرها أو سفري إلى المكان الفلاني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال وعاجي الأمر وأجله فاقدره لي واسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وأجله فاصرفني عنه واصرف عني وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به هذا هو دعاء الاستخارة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في صحيح إذن من أراد أن يقبل على موضوع من الموضوعات الزواج يستخير الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعلم المستقبل ويعلم الغيب ويعلم ستسعد مع هذه المرأة أم لا حتى لو كانت المرأة أو هذه البنت في ظاهرها الاستقامة والالتزام وكذا لا بد أن تستخير لأنك قد لا تسعد معها وقد لا تتكيف معها وكذلك الأخت المسلمة لو جاءها رجل لو كان ظاهره الاستقامة والالتزام لا بد أن تستخير أيضا لأن الله عز وجل هو عالم الغيب الأدب الثاني من أدب النكاح أن ينظر إلى من يريد نكاحها من يريد أن يتزوج بها لابد أن ينظر إليها كيف ينظر إليها؟ يكلم أباها مثلا ويدلس هو وأبوها وهي يدلس مع أحد محارمها مع أبيها مع أخيها ويدلس يسألها وتسأله يتعرف عليه وتتعرف عليه أهدافه في الحياة وأهدافه في الحياة نصف ساعة ربع ساعة مع وجود المحرم يرى منها الوجه والكفين لأن بعض الناس إذا خطب أحد ابنتهم رفضوا أن يراه وهذا إجحاف وبعض الناس يطلقونها معه تذهب وتجيء وهي مخطوبة ويخلو بها وهكذا الأمرين خطأ اسمع إلى الأدلة على جواز النظر إلى من أراد أن يتزوجها روى التلميذي وحسنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انظر إليها لا تقول مثلا أخطب بنت فلان وخلاص المهم تكون بنت الرجل الطيب فقط ويهمني أن أناسب فلانا لا بد أن تنظر إلى البنت قد يكون أبوها صالحا أموها صالحة ونصطيبين لكن البنت لا تروق لك فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول للمغيرة بن شعبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني أجدر أن تدوم الحياة بينكما إذن من السنة أن لا تخطو البنت حتى تراها وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج مرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا انظر إليها ربما بعدما تتزوج يظهر فيها شيء فتبغضها أو تطلقها يكون من الآن انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا في رواية فإن في أعين الأنصار صغرا صغرا إذن هذا أيضا أمر من الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى من يريد أن يخطبها وهناك دليل ثالث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر أيضا رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل يعني ينظر إلى الوجه والكفين الوجه يعرف به جمال المرأة من عدمه والكفان يعرف بهما خصوبة البدن من عدمه الخصوبة يعني البدانة من النحافة الأدب الثالث طبعا هنا أتوقف لأنبه على مسألة هامة بعض الناس يقولون بدل ما يشوف البنت أو يراها نرسل له صورة من صورها هذا لا ينبغي لا ينبغي لماذا؟ لأن الصورة لا طرأة الصورة الحقيقية وأنتم تعرفون الآن أنهم عبر الكمبيوتر يصورون البيضاء سوداء والإنسان ممكن يصورونه بصورة معينة تخالف صورها